صباح الخير أصدقائي من قناة ميرو بحييكم قناة ميرو للمعلومات والطبق يا رب تكونوا بصحة وخير النهاردة نقدم المعمر الخطير المعمر اللي الناس كلها بتحبه بنعمله مش ضروري اللحمة ممكن تعمل سادة وممكن تعمل باللحمة المدفونة زي ما احنا هنعمل النهاردة ممكن تعمل بالفراخ بالحمام وطبعا أكله بيبقى لذيذ جدا فيلا بينا على الحلقة والفيديو النهاردة نقدم المعمر المعمر بطريقة سهلة جدا باللحمة المدفونة ممكن تعملوها من غير اللحمة أصدقائي لكن أنا النهاردة هنعملها بلحمة عادية خالص هقطعها قطع صغيرة وعندي كباية ونص برضو اللي عنده عدد من يعني الأسرة أعداد كبيرة يضاعف المقدار أنا عندي كباية ونص دي كباية ونص ها هنحطو هننقاعة ونص ساعة الرز وهنقطع اللحمة ونسلقها ونجلكن إن شاء الله أصدقائي بعد ما نقعنا الرز مش أهل من نص ساعة هنحطو في البرام اللي عندنا افرد ما عندكيش برام اعملي في أي صانية تانية يعني مش مهم لكن البرام بيطلع الرز المعمر حلوي جدا وطعمه رائع بدليل إن أخواتنا الفلاحين كلهم بيحبوا يعملوه في البرام هنحط الرز أصدقائي طبعا الرز ناخد بالنا إن كميته مش هنحطو كمية كبيرة علشان نقدر نعملو الإضافات ويبقى اللبن ضعفو فهنحط كمية أنا حاطة كباية ونص رز ومنقوع طبعا دايما قلت لكم طبعا مخصولي الأول ومنقوع مش أقل من نص ساعة أنا نقعتو نص ساعة بالزبط وده الرز بتاعنا ها دقائي هحط معلقة سمنة ومعلقة زيت أنا بحط الزيت علشان الرز يفلفل ونقلبه كويس الرز كويس جدا عشان الرق السمنة والزيت يتغلغلو في الرز دي كده أصدقائي هنحط ملح معلقة ملح ونص معلقة فلفل ونقلب طبعا هندوق بعد كده آآ آآ الملح كويس ولا لا بعد كده أصدقائي هنحط زباجي علبة زباجي دي هتآآ قوي الطعم قوي علبة زباجي ونقلب الرز بعد كده أصدقائي هجيب كبشة آآ من الشربة بتاعة اللحمة طبعا انا اخطى فيها حبهان ورنفل وورق راورة هحط بقى كبشتين كده من الشربة وحط اللحمة مدفونة ممكن تحطوا آآ اللحمة او فراخ او اي نوع من الطيور اللي انتوا بتحبوها هن نعمل كده آآ حفرة كده عشان احط اللحمة كده هنشيل المعلقة دي كده دفننا اللحمة فيها كده انا حطى اصدقائي الرز كوباية ونص ووخص هحط كوبايتين ونص لبن ونشوف المستوى هيبقى اه انا حطيت كوبايتين ونص لبن على الرز وذا كفايا قوي اه بعد كده اصدقائي احنا هندخلوا الفرن عالشوية اه انا اه بحط انا ما عنديش اشطة فهحط سمنة وشوية سكر علشان الوش اه ياخد كده اه وش حلو بالسكر اللي موجود هنحط كده سمنة اهي واهي و هندخلوا الفرن اصدقائي على اه الشوية الاول وهو في الرف اللي في النص بعد ما ياخد وش هنزلوا يعني نولع عليه الفرن انا اه اولعت الفرن من حوالي خمس دقيق عشان يسخن هندخل بقى البرام ونجيلكو بعد اما يطلع ان شاء الله اه اصدقائي بعد اه اه شوية كده انا اه اه قفزت بقى الشوية وهنزله على اه الفرن من تحت عشان يستوى بقى ونورعلكو بعد ان شاء الله ما يطلع اه اصدقائي خرج المعمر الجميل جدا اللي رحته رائعة يعني مش عارفة اقول لكم ايه طعمه يجنن دقت حتة منه اه ما خدش وقت اصدقائي انا معلش نسيت اه اقول لكم اصدقائي في المكونات ان انا عشان اللبن اه خفيف او لبن مش بتاع اه المزارع ولا كده يعني بيبقى مش بتقيل ومحطتش اشطا فحطيت اه معلقة كبيرة لبن بودرة دي معلش اتقطعت من الكاميرا وانا بصور اه وبكده خلاصنا اه المعمر التحفة بريم المعمر اه الجميل وتعملوه مش ضروري بريم خالص اه ممكن ان انت تعملوه في بايركس او اه حاجة فخار اه يعني اه يعني صانية فخار والى اللقاء وتحياتي واللي ما شافش القناة لايك شير سابسكرايب يفعل الجرس ويضغط على كلمة قول ليصلكم كل جديد من الفيديوهات اه تحياتي والى اللقاء اه اصدقائي انا طبعا اه قلتلكو ان احنا هنفتح الشوية الاول لغاية ما المعمر ياخد وش من فوق بعدين هننزله تحت هنفتح على مية وتمانين الحرارة اه ولغاية ما يتشارب من اللبن هيكون طبعا خد وش قراجي ونكمل بقى بعد كده التسوية اه اصدقائي قطعنا قطع من المعمر عايز اواريكو قد ايه جميل حلو قوي ريحة وطعم حلو قوي قوي يا رب تعملوه اه تجربوه والقاكم في اه حلقة قادمة مع قناة ميرو للمعلومات والطبخة. اشكركم والى اللقاء. ايزا اواريكو اصدقائي قدقين فلفل الروز. حلو جدا. حاولو اتجربوه اصدقائي هيعجبكو قوي. اشتركوا في القناة